ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلتة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقلون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصالهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولا إلا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما أن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفراء ألا إنهم السفراء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلقوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزمون الله يستهزم بهم ويمدهم في قضيانهم يعمدون أولئك الذين يشتعوا الطلالة بالهدى فما ربح التجارة وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارى فلما أقارتنا حولهم فنف الله بمورهم وتركهم في هرمات لا يكصرون صنبهم عميون فهم لا يرجعون أو كصير من السماء فيه ظلماتهم ورحدهم وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصعق حبر الموت والله مريضا بالكافرين يكاد البرق يحطف أبصارهم كلما أقارا لهم مشه فيه وإذا أقلم عليهم قاروا ولو شاء أهوهم لذهب بسبعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشق وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في عيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شغداكم من دون الله إن كنتم صارقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وهودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعجلوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأدهار كلما عزقوا منها من زمرة رزقا قالوا هذا الذي عزقنا من قبل وأتوا بني متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيه أن يضرب مثلا ما بعوطة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما أراد وأردعوا بها باثلا يطل به كثيرا ويهدي به كثيرا ولا يطل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عن دروري من بعد ميثاقي ويقضعون ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل وتفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأعياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكنا في الأرض جميعا ثم استرى إلى السراء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عظيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعدهم في الأرض خليفا قالوا هم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونسبح بحمدك ويقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلما دعوا الأسماء كلها ثم أعطوا على الملائكة فقال انبئوني فقال انبئوني بي أسماءنا فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس أبا واستكبروا إلا إبريس أبا واستكبروا وكان من الكافرين وقلنا يا هذا مسكنت وزوجك الجنة وكلا منها وغدا حيث شدتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأسلهم الشيطان عنها فاخرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين فتلقى آدم من ربه كيبات فتاف عليه إنه ممتغم الله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع مدال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اهدوا نعمتي التي أنعمت عليكم وأغفوا بعهدهم أوف بعهدكم وإيايا فأغنقون وآمنوا بما زلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا همور كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فأتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وناتوا الزكاة وارجعوا مع الله يعين أتأمروا للناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يقنوا لأنهم لأرهوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا يحمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصر وإذ نجيناكم من آل فرعون يصرونكم سوء العباد يذبحون أدناءكم ويستحيون رساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأقرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى وبعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتوا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك الخير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه والتواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم برثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المهن والسلوى كلوا من طيبات ما عزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين علموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل على الذين علموا لجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإن استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر من اثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثروا في الأرض أفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على أبعال واحد فادعو لنا ربك نخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقف مائها وقومها وعلسها وحصلها قال أتستبدلون الذين وأدنى بالذين وخير اذبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وغربت عليه مهدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويرتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصر وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصالحين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعبد صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميساقكم ورغرنا سوقكم الصور خذوا ما آسينا لكم بقوة ره واذكروا ما فيه لعلكم تستقون ثم تعليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم كنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل لا لهم كون قردة الخاسرين أجعلنا لك ألم ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال المساء لقوبي إن الله يأمركم أن تبحوا بقرا قالوا أتت تخذنا غزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما أدين قال إنه يقول إن ما بقرة لا سارغ ولا بكر عم بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال يا ربك يبين لنا ما نمع قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقر لأولوها تسرر الناظرين قال ابع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن وإن شاء الله لهم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنب تثير الأرض ولا تسقي الحرف وسلمت اللاجية فيها قالوا الآن جئت بالحق فلا برها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقل نضرب ببعضنا كذلك ليحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشب قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهى وأغاق وإن منها لما يشقق فيخرج من الله وإن منها ما يهبط من خشية الله وما الله بضعفر عما تعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسلعون كلام الله يسلعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاج وكم بني عند أربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يردون ومن هم بيون لا يعلمون الكتاب إلا أبني وإن هم إلا يظلون فعين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم رم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتمت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودة قل أتخرتم عند الله عهدا فلن يحلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وعافظ به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالبون والذين آمنوا من الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالبون وإذ أخذنا بيثا قبلي إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القرى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخرنا ميثاقكم لا تسفكون بماءكم ولا تفرجون أنفسكم من دياركم ثم أطرقتم وأنتم تشهدون ثم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعجوان وإن يأتوكم مسارا تفادوكم وهو محرم عليكم إخراجون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خسروا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يغدون إلى أشد العذاب وأمال بغافل عنا تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنه العناب ولا هم ينصر ولقد آتينا موسى الكتاب وقفلنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن ربي والبينات وأينا بروح القدس أفكلما جاءكم عسول بما لا تهوى أنفسكم استهبعتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا القلوب لا أغف بل لعنهم الله بكفرهم فضليلا ما يؤمنون ولما جاءهم هزاهم من عند الله مصدق لما بعثم وقالوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لما جاء لهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بكسل الشعر به أنفسه لن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباقوا بغضب على غضل والكافرين على همين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءهم وهو الحق وهو الحق صدقا لما معهم قل فلم تقول أنبياء مراهب قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاء موسى بالبينات ثم اتخرتم العجل من بعده وأنتم فارغون وإذ أخذنا نيذاركم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتينا بقوة وسمعوا وسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ومشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ما نحن من كل مؤمنين قل إن كانت لكم دعوا الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتملوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتملوا أبدا بما ردبت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على عياته ومن الذين أشركوا يا رب أعلم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزعه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمرون قل من كان عدوا لجبريل فإنه مز له على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدين ومنه وبشرى للمؤمنين من من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل ومه كان فإن الله عدو للكافرين وقد أن زلنا ما إليك آيات بينات وما يكثر بها إلا الفاسقون وكل ما عادوا عهدا له فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء رسول من عيد الله وصدق لما معهم لمن فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء أمور كتاب الله وراء أمور كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما هنزل على الملكين بباب لما هوت وما هوت وما يعلمان من نحن حتى يقولا إنما نحن فدنة فلا تكفروا فيتعلمون منهم ما ما يفرقون بين الناس بين المر وزرج وزرج ومعهم بغار ورغين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَهُ مَا لَوْنُوا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ وَلَبِئْسَ مَا شَرْبِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّمُ آَلُوا وَاتَّقَوْلَ مَثُوبَةٌ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ خَيْبِ لَوْ كَانُوا يَعْلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُولُوا وَلَوْ لَوْنُوا لَنْظُرْنَا وَاسْبَعُوا وَالْكَافِرِينَ عَلَاءٌ نَلِيمٌ مَا يَرَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَيْهِ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَيْهِ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ مُنْسِهَا نَتِبِ خَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِخْدِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُعْلِ اللَّهِ بِهُ مُولِيٍّ وَلَا نُصِيمٍ أَمْ تُرِيدُوا أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُ الْكَمَاسُ إِلَى مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّي الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّمِيلِ وَالتَّجَذِيرٌ مِّلْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوا لَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا كُفَّارًا حَسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدونه عند الله إن الله بما تعملون مصير وقالوا ليه يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارا إلك أمانيهم قل هاتوا قرهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خلف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على الشيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يدلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحنو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أعلم من من ملعى ساجد الله أن يذكر في أسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخل رغى إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب نظيم ولله المشرق والمغرب فألما تغنوا فثم وجه الله إلا الله واسع العليم وقالوا اتخل الله ولدا سبحان بل له ما في السماوات والأرض كل له طالتون بديع السماوات والأرض وإذا قطى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون له لا يكلمون الله أو تأتي آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إلا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجهيم ولن تغضى عنك اليمر ولن يصار حتى تتبع ملتهم قل إن لمدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العب ما لك من الضيب وليه ولا أصير الذين آتيناهم الكتاب يدونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك من الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يولا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا من ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاثمم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قالنا لنال عبد الظليم وإذ جعلنا الميت مثابة للناس وأمنهم واتخذوا من مقاب إبراهيم وصلنا واحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنقم يا ربيتي أنقم يا ربيتي للطائفين والعاكفين والمكع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا باغا آمنا وارزق أهلا وارزق أهلا من أستمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أهلا ثم أهلا إلى عذاب النار ومئس المصير وإذ يرزع إبراهيم القاعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأهلا 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 مناسكنا وتب علينا إنك أنت التغوى الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن من التي إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له الرب أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغصى بها إبراهيم بنيه ويعبوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تبوتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حبر يعبوب الموت إذ قال البنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أصدقوا ناهبهم واحدا ونحد له المسلمون إذ كممة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعبدون وقالوا كن هودا أو نصارا تهتدون قل بل ملة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون بالربهم لا نفرق بين أعد منهم ونحن لهم مسلمون فإن أعلموا بمثل ما آمنتم بني فقد اهتدأت وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك أهل الله فسيكفيك الله وهو السبيع العليم صلوة الله ومن أحسن من أرضاه صلوة ونحتنا العابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكن أعمالكم ولحوله مفلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا نودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتب شهادة عندهم من الله ومن الله بغافل عما تعملون إلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا لعما كانوا يعذبون سيقول السفهاء من الناس ما رلاهم عن قبلتهم التي كانوا علينا قل لله المشرق والمغرب يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شمداء على الناس ولكم الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا من لعلم من يتبع الرسول إلا من لعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لك ميرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لأروف الرحيم قد نرى تقل باريك في السماء فلنولي أنك قبلة تغضاء فولي وجلك شقع المسجد الحرام وعيث ما كنتم فغلوا وجه لكم شقرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يحملون وللن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولن اتبعت أمراهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أمناءهم وإن فريقا منهم ليكترون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المهدرين ولكل يورها كنه وأوليها فاسترقوا الخيرات أينما تكونوا يكتبكم الله جميعا إن الله أعلم لشيء قدير ومن حيث خرج تفعل وجنك شقر المسجد الحرام ومن حيث خرج تفعل وجنك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجونكم شقر المسجد لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ضربوا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوهم ولردن نعمتها عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلم عليكم آياتها ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والعكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أعياء ولكن لا تشعرون ولنبه أن لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْنَا يُرُهِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ مِنْ رَبِّهِ وَرَحْلَهِ وَأُولَئِكَ هُمْ مُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِ اللَّهِ فَلَنْ حَقَّ الْبَيْتَاءُ اَعْتَرَى فَلَيْنَا عَلَيْهِ أَنْ يَحْطَرَّ فَبِلْمَا وَمَنْ تَضْرَى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِبُ الْعَلِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَبْتُونَ مَا أَنْزَلْنَا بِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ اللَّهُ وَيَدْعُونَ الْلَعِيمِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَدُوبُ عَلَيْهِمُ وَعَلَى التَّغْوَابُ الرَّحِيمُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَالْهُ كُفَّارُ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفْ عَنُهُ الْعَذَلُهُ وَالَهُ مُرُضَّهُ وَإِلَهُ كُمْ لَهُ وَالْمَلُهُ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلأ في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بطن عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة إياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفف إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإفر فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شغل لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وضعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرأتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يترفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع العليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طال أتب الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جعوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع ما أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله وفي اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وأبن فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل التمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في غنار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله